ترأست صباح اليوم رئيسة الجمعية الشادية لمكافحة مرض السرطان عن سيدة عزيزة بارود حملة انطلاقة الفحص الطوعي لمرض السرطان بمستشفى الأمي والطفل تقرير إشراق عبدالله رحمه إن مرض السرطان يعد من الأمراض المستحصية والخطيرة التي تفتك بحياة الإنسان غالبا ويصهر نتيجة لنمو خلايا غير طبيعية وبشكل غير محدود ويسيطر عليه في الجسم وكذا تهاجم الخلايا المجاورة أو البعيدة في الجسم وتدمرها سيما جميع أعضاء الجسم إذا لم يتم اكتشافه والقضاء عليه لذا جاءت الحملة التوعوية للفحص الطوعي لمرض السرطان بمستشفى الأمي والطفل لشريحة النساء والفتيات وبهذا الصدد تحدث أخصي أمراض النساء بمستشفى الأمي والطفل بأن مرض السرطان لا يميز بين فئة عمرية صغيرة أو كبيرة وحتى الجنين في بطن أمه مضيفا بأن الحملة التوعوية للفحص الطوعي لمرض السرطان له أهمية كبرى رئيسة الجمعية الشادية لمكافحة مرض السرطان عزيزة بارود شددت على ضرورة المشاركة في هذه الحملة اليوم كنا لمرحلة لازم نبدأ الشغل هو بالذات الشغل هو بالذات شنو؟ نخلي الشعب التشادي يعرف أنه الإنسان لمرحلة حتى الحياة ده في مراحل لازم يمشي يعمل فحوصات مبكرة كل ما زون مشا بدل يعمل فحوصات كل ما يزيد الحص حتى هنا يتعالج المنبأ أن الحملة التوعوية للفحص الطوعي لمرض السرطان تشمل مستشفيات العاصمة الجمنة وكذا إقاليم البلاد ترجمة نانسي قنقر